للأهل خلاص بيوصل تدريباته استعداداً لمباراة طلاقع الجيش سنف تدريبات متواصلة وبالتأكيد خلال الفترة القادمة فيه تدريبات يومية وفيه مران استشفاء أيضاً كمان لللاعبين الأساسيين الكابتن محمد يوسف النهاردة قال ليه تصريح مهم جداً نتكلم على المباراة القادمة مباراة طلاقع الجيش وقال إنه يقدي مرحلة النقاط السلاس للحفاظ على الدور العام وقال إن لم يعد أمامنا سوى سبع مباريات من عمر المسابقة لم ولن تتحمل خسارة أي نقطة في صراع الهفاظ على مسابقة الدور تفكرنا في التوقيت الحالي على مباراة طلاقع الجيش لن ننظر إلى أي أمور أخرى أو أي أمور فرعية عندنا مباراة مهمة كل مباراة لو ركزنا فيها وحققنا فيها السلاس نقاط بالتأكيد سنقطع خطوة كبيرة جداً للمرحلة القادمة خبر آخر متعلق به تصريح للكابتن سيد عبدالحفيز ودايماً الجوانب النفسية مهمة جداً في التوقيت الحالي وحنا بنتكلم على تصريح لمدير القرى بيقول نصق في قدرات تلعابي الأهلي ومواجهة الطلاقع مباراة صعبة جداً قال للكابتن سيد أن مباراة الطلاقع مباراة صعبة جداً وأن الجميع بيتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع اقتراب عمر مسابقة الدوري من خط النهاية كل مباراة لها ظروفها لكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال المشوار التوقيت الحالي هو توقيت إحراز النقاط وبالتأكيد مع الأداء هيبقى شيء ممتع بالنسبة لجمهورنا حسين الشحات شارك في مران النادي الأهلي النهاردة اللي أقيم عصراً على ملعب التتشي بالجزيرة واكتفى حسين الشحات بالتدريب في الجيم بسبب حالة الإرهاق العضلي التي تعرض له وبالأمس كان غاب على التمرين لكن أدى بعض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم محمود وحيد بينهي برنامجه التأهيل وبينتزم في المران محمود وحيد الزهير العيصر تخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية وبدأ خطوات تدريجية في العودة في المران الجماعي مع اللاعبين سلام محارب أيضاً من اللاعبين المتميزين شارك في المران الجماعي النهاردة العصر وبيستعد إن شاء الله للدخول في التدريبات البدنية خلال الفترة القادمة كان محارب خضع فترة كده البرنامج علاجي وتأهيل خلال الفترة الماضية وتعافى من الإصابة وانتظم بشكل طبيعي في التدريبات طبعاً مارتر لسارتي المدير الفن نادي الآلي خلال الفترة الحالية دايماً في اجتماعات متواصلة مع الأجهزة المعاونة ومع اللاعبين دايماً الحديث مهم جداً في التوقيت الحالي كل اللاعب وكل الأجهزة محتاجين في الفترة الحالية جلست كتير جداً عشان المرحلة القادمة محمد هاني وباسم علي انتظم في التدريبات الجماعية وشرقه في المران النهاردة خضع هاني لتدريبات بدنية بعد عودته من الإصابة والحمد لله قد باسم علي برضو تدريبات في الجيم للتخلص من حالة الإجاة العضل وممكن باسم ظهر فيه المباراة السابقة بشكل جيد جداً أمام النادي المصري أيضاً من ضمن أخبار ممكن النهاردة زي ما قلت لكم في الانترو لجنة المسابقات حددت عدد من المباراة وخرجت طريق المرحلة القادمة بالنسبة لمباراة النادي الآلي يمكن هيختمها إن شاء الله في منتصف في مايو بمباراة يوم 16 مايو أمام نادي إمبي في الساعة العاشرة مساء خلاص بقى ممناسبة شهر رمضان الكريم كل سنة وكل الشعب المصري والأمة الإسلامية طيبة فمباراة بقى في رمضان كلها تقام في الساعة العاشرة مساء عندنا مباراة يوم الأربع القادم واحد مايو مع الجيش خمسة خمسة مع النجوم 11 مايو مع اسموحة 16 مايو مع إمبي وبالتالي يكون اللعب الأهلي حتى منتصف مايو 31 مباراة عندنا لكم بسبب مباراة ليفربول وبرشلونا مباراة الأهل وطلع الجيش تم تغيير موعدها من الساعة السامنة إلى الساعة السابعة إلى أوروبا اتحاد القرى نهارده كان بيشكل لجنة لتوعية الجماهير وأخرى لتطوير المسابقات لكن للأسف زي ما قلت لكم ما حدش اتكلم عن موعد القيد خلال الفترة القادمة أخيرا اتحاد القرى يعتمد برنامج أعداد المنتخب لأمم إفريقيا خفير أجيري حدد البرامج التدريبية والمباراة الودية اللي يخدها خلال الفترة القادمة قبل استئناف كأس الأمم الإفريقية وقاء انطلاق بطلطة الأمم في الفترة من 21-6 حتى 19-7 استقر خفير أجيري على لعب مباراتين مع تنزانيا وهينيا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب بستاد برج العرب بعد الاتفاق مع المهندس هاني أبو ريدا المشرف على المنتخب الأول خبر أخير وخبر علامي متعلق بفن دايك أفضل للاعب في إنجلترا أنا أعتبره أفضل مدافع في العالم خلال هذا الموسم 2018-2019 لكنه حصد جائزة أفضل لعب في إنجلترا الموسم 2018-2019 من قبل ربط اللاعبين المحترفين في إنجلترا استمرت الجائزة داخل خزينة ريفربول للموسم الثاني على التوالي بعد حصدها الموسم الماضي مع نجميناء المصري محمد صلاح صلاح يوهني فان دايك بجائزة أفضل لعب في إنجلترا والدور بالتأكيد محمد صلاح محبوب من كل اللاعبين في الدور الإنجليزي وتحديدا من فريق الفربول كانوا بيهنوا أو كان بيهني فان دايك على فوزو بجائزة أفضل مدافع وأفضل للاعب في الدور الإنجليزي خلال هذا العام من قبل ربطة الأندية المحترفة خلال الفترة القادمة